اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة تجاربهم ونعترف بأنهم أصحاب تجارب قدوة فكيف إذا كان هذا المكرم هو ابن هذا المكان وهو يقدم درس لطلبتنا ولكل عمي في معاد لكيف يبدأ المبدع مسيرة عضاء ليكون على مفالقة في الدراما العربي والفل والمساح كان عندي شيء تاني مختلف تماما براسي بدي درس شيء العلاقة عندها ست زراعة أعمال مزرعة بعدين حما كان بيتنا بيزورنا كتير من ناس مفقفيني بأصدقاء كانت الكديد الفنون الجميلة كان بدها امتحان المصادفة الجيدة لنجحت السنة تسعة وثمانية لانا فت على المعادة العرب المزرحي اتخرجت بثلاثة وتسعين المحظوظين جدا اللي بعتبر حالي سافرت مرة على فرنسا ومرة على اسبانيا ومرتين على مصر أربع مرات سافرت خلال فترة الدراسة بالمعادة العرب المزرحية قدم لي عادل مع هك شيء كتير مدهش طلعنا لمشروع تخرج مسرحي فأتيحت إلي فرص فعلا أنا ممنونة لهذا الفرص ممنون لهذا المكان ممنون لهذا الشيء اللي صار اتخرجت وعملت بعض التجارب المزرحية وعملت تجربتي الخاصة عملت مسرحية اسمه رجل متفجر الحقيقة انا بعتقد انه باسم ياخر بينامه هو عم يفكر بينامه هو عم يطمح ليه الأفضل دائما بحبك باسم بحب شغلك وان شاء الله نلتأي بشي عمل اختصار باسم ياخر هو مثل أكثر وهو خنان برحي الشخصي لا يمشيره أحدا كان محبوبا من الجميع كان لاطفا من الجميع قدم خلال حياته مجموعة مهمة من الشخصيات والمسلسلات ما بعتبر حالي جاي عمكان هو بناء ما جاي عمكان هو حياة هو استمرارية مكان أهميته تكمن بيوجود هذا الكادر الجميل من الطلاب من هذا التفاعل الجميل لأنا بتمنى أن يكون جزء منهم موسيقى 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 موسيقى